مرحبا بكم إلى أولى فقرات برنامجنا بروباجاندا حيث نفند الأخبار التي نعتقد أن وراءها دوافع سياسية أول قصصنا من إبداع مشترك لصحفي الأحوازي أمجد طهى وصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين وصدقا لا نعرف كيف اجتمعه على نفس الأمر أمجد طهى يصف نفسه ببريطاني عربي كاتب رئيس الأقليمي المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط خبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية هاشتاغ البحرين هاشتاغ الإمارات هاشتاغ السعودية أما إيدي كوهين فيعرف نفسه بصحف إسرائيلي من يهود لبنان وأستاذ جامعي وباحث وأحيانا لا يتورع عن عرض خدماته التجارية مثل الاستيراد والتصدير على حسابه في تويتر أمجد طهى نشر فيديو على منصة تويتر مرفقا بتعليق قال فيه رئيس تونس الصامت عن جرائم الإخوان بين قوسين الغنوشي الحالية يقول اليهود هم من يقفون وراء السرقة والمظاهرات المعيشية المطلبية الأخيرة في تونس مهم جدا إدانة مثل هذه التصريحات الغير مسؤولة والتي تعتبر معادة لسامية وتحريبا ضد التعايش وتناسب خطاب داعش وإيران هاشتاغ أمجد طهى هاشتاغ إسرائيل هاشتاغ تونس إيدي كوهين نشر نفس الفيديو على نفس المنصة لكن مع تعليق يقول هذا كلام إيدي كوهين المصاب بالعته قيس سعيد يصرح تصريحا قبلها كعادته ويقول إن اليهود يسرقون في بلاده علاش أنت حاكم كي تحمي البلاد من لصوص أقريت بعجزك عن الحكم أنت أو أنت وزمرتك تسرقون وتتهمون اليهود وتستغفلون شعب الخضراء ستندم على معاداتك للسامية ومع هذا التعليق قبل التعليق دعونا نشاهد الفيديو نعرفان في الولايات دهنات اللي حماوا المؤسسات هذه أمر ما تردوا عليهم حماوا اللي قاعدين يسرقوا اليوم هم اللي يقولون من كل يد واحد بالطبع الرئيس التونسي قيس سعيد لم يقل إن اليهود هم من يقفون وراء السرقة والمظاهرات المعيشية والمطلبية الأخيرة في تونس بل قال باللهجة التونسية اللي قاعدين يسرقوا اليوم ومعروف عن قيس سعيد أنه أحيانا يذهب نحو قول كلمة ثم يغيرها أثناء الحديث رئاسة الجمهورية التونسية ردت على مزاعم طاها وكوهين في بيان رسمي جاء فيه على إثر ما تم تدوله من أخبار زائفة يهم رئاسة الجمهورية أن تفيد بما يلي أولا لم يتعرض رئيس الجمهورية لأي دين ولم يكن هناك أي مبرر يستسيغه أي عاقل لطرح قضية الأديان في ظل هذه الاحتجاجات ثانيا إن موقف سيادة رئيس الجمهورية واضح في هذا المجال فهو يفرق بين اليهودية من جهة وصهيونية من جهة أخرى ثالثا أوضح رئيس الجمهورية صباح اليوم في مكالمة هاتفية جمعته بكبير الأحبار في تونس حيين بيتان أن اليهود التونسيين هم مواطنون يحظون برعاية الدولة التونسية وبحمايتها كسائر المواطنين من جانبي أقول لإيدي كوهين بصراحة إيدي مستواكن حدر برشة في فبركات وأصبحت تقلد المفبركين الهوات وإشاعاتك أصبحت تعتمد أسلوب عبيلوا وديلوا كما يقول مخرجنا الكبير أيمن الحلبي ترجمة نانسي قنقر